وننوه مشاهدين بهذا الخبر العجل استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء العراقي محمد داشياع السوداني الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر على رأس وفد حكومي عراقي رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير التجارة وعدد من كبار المسؤولين العراقيين وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الخارجية والإسكان والاستثمار والبترول من الجانب المصرية وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تضمن الإعراب عن الارتياح للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين الدولتين التي تستند إلى راصيد تاريخي كبير من الأخوة الصادقة والدعم المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين وقد حرس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار على تأكيد دعم مصر الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيها وكذا دعمها لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية به وتعزيز الروابط بينه وبين محيطه العربية كما توافق الزعيمان على أن الظروف الراهنة تستوجب تكثيف العمل العربي المشترك على المستويين الثنائي والجماعية منوهين في هذا الصدد إلى آلية التعاون الثلاثية بين مصر والعراق والأردن ومؤكدين مواصلة العمل على إنجاح مشروعاتها وتحقيق أهدافها لتصبح نموذجا للتعاون العربي والتكامل الإقليمية كما تطرق اللقاء إلى التباحث بشأن التعاون الثنائي القائم بين الدولتين خاصة فيما يتعلق بالجهود الجارية لزيادة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة وكذا التعاون في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية والسياحة والطاقة والنقل والصناعة بهدف الاستغلال الأمثل لموارد البلدين لما يحقق صالح شعبهما الشقيقين وقد أشاد رئيس الوزراء العراقي في هذا الإطار بما تملكه مصر من خبرات واسعة ونجاحات مشهود لها في تلك المجالات وأضف المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت تبادل الرؤى بشأن سبل الخروج بالإقليم من الأزمات الخطيرة التي تعصف به وتهدد استقراره ومقدرات شعوبه حيث توافقت الآراء بشأن ضرورة التهدئة وخفض التصعيد الإقليمية وأكد الزعيمان في هذا الصياق ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط المكثف لإتمام اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بغزة مشددين على ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع والتوقف عن التصعيد الإسرائيلي المستمر بالضفة الغربية مع ضرورة إطلاق مصار سياسي جاد يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع والعادل في دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتبار ذلك هو السبيل المستدام لإرساء السلام والأمن والتنمية في المنطقة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة